موسيقى غرفة الأخبار من سكاينيوز عربية مع مهند الخطيب ويوسف الشريف أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها العبادي والجبوري ومواجهة جديدة العراق والسوريا وليبيا مغناطيس القوات الأجنبية ثم أنقرة وبرلين توتر جديد وإلى جانب ملفات غرفة الأخبار الرئيسية نتابع مع يوسف آخر الأنباء مصرق يوسف أهلا مواجهة أعلنت قوات البشمرقة الكردية في شمال العراق السيطرة على قرية قرقشة شرقية الموصل بعد طرد مسلحي داعش منها إثرى عملية عسكرية دامت يومين بدعم من التحالف الدولي وأضافت تلك المصادر أن القصف الذي نفذته طائرات التحالف على مواقع داعش أسهم في سرعة التقدم رغم عدم انسحاب مسلحي التنظيم بسهولة كما أكدت أن التقدم بهدف يهدف إلى فتح الطريق للعملية الكبرى لاستعادة الموصل أفاد ناشطون بمقتل قائد الكلية الفنية الجوية في حلب العميد ديب بزي ومقاتل في ميليشيات الحرس الثوري الإيراني خلال هجمات لقوات الحكومة السورية في حلب أضاف ناشطون أن 15 عنصرا من قوات النظام السوري والميليشيات قتلوا في اشتباكات خلال محاولة التقدم إلى منطقة الراموسة وكلية المدفعية والكلية الفنية الجوية وقالت مصادرنا أن حلب في حلب أن الطائرات الروسية شنت غارات مكثفة على منطقة الراموسة وحي الفردوس وجسر الحج قتل ستة وعشرون شخصا في حصيلة أولية لغارات نفذتها طائرات حربية سورية على أحياء في مدينة إدلب وأفادت مصادرنا بأن الغارات تركزت على دوار الكرة ومنطقة الزراعة وسط إدلب وأن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الجثث وإجلاء المصابين مرجحة ارتفاع حصيلة القتلى كما تعرض ريف إدلب أيضا لغارات مماثلة قالت رئيسة منظمة إنقاذ التفولة هيلي تورنينج شميت إن السبيل الوحيد للدخول إلى مدينة حلب المحاصرة لمساعدة المصابين وإخراجهم من المدينة هو الحصول على هدنة لوقف إطلاق النار مدتها 48 ساعة نعلم أن الخطر يحدق بمئات الآلاف من الأطفال في مدينة حلب المحاصرة لا يمكنهم الحصول على المياه النظيفة أو الغذاء أو مأوى وجميع المرافق الصحية تتعرض للقصف فريقنا داخل سوريا أفادنا بأن ثلثة الإصابات التي يرونها من نصيب الأطفال ما يمكننا فعله في الوقت الراهن هو الحصول على هدنة لوقف إطلاق النار مدة 48 ساعة وهذا ليس وقتا طويلا لأننا نريد دخول المدينة ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر من المصابين لإخراجهم من حلب أفادت مصادر عسكرية بأن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح جنوب محافظة تعز بينما تدور مواجهات برية بين قواتها الشرعية والمتمردين حيث يسعى الانقلابيون إلى قطع الطريق الوحيد الرابط بين لحج وتعز وشنت مقاتلات التحالف العربي ست غارات استهدفت مواقع ومركبات عسكرية لميليشيات الانقلابيين في مدينة ميدي وضواحيها في محافظة حجة قرب الحدود السعودية أفاد مراسلنا في رامالله بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 12 فلسطينيا على الأقل من مدن عدة في الضفة الغربية وتركزت الاعتداءات في محافظة الخليل ورامالله بينما أصيب فلسطينيان على الأقل بالرصاص المعدني في مخيم الأمعري جنوب رامالله خلال مواجهات بين سكان المخيم والجيش الإسرائيلي أثناء عملية اقتحامه للمخيم الآن عودة لمتابعة ملفات غرفة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم مع مهند الخطيب شكرا لك يوسف البداية من العراق إذ لم تخمت بعد نار التراشق والاتهامات بالفساد بين وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من جهة ورئيس مجلس النواب سليم لجبوري وعدد من الساس الآخرين من جهة أخرى حتى بدأت تظهر بوادر مواجهة جديدة بين سليم لجبوري ورئيس الوزراء حيدر لعبادي فرئيس الوزراء أبدأ استغرابه من سرعة بث البرلمان في قضية اتهامات الفساد الموجهة إلى لجبوري من جهته أبدأ رئيس مجلس النواب استغرابه من تدخل لعبادي في شؤون القضاء دعنا المسؤولين في السلطة التنفيذية إلى الاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية في الوقت نفسه وجه نواب انتقادات لاستعانة الحكومة بمحاققين دوليين لتدريب موظفين قضائيين عراقيين مختصين بمكافحة الفساد بأنه انتقاص من السيادة العراقية وأنه أمر لا تحمد عقبه الصراع قادة الدولة يسيطر على المشهد السياسي في العراق وما بين التشكيك في أحكام القضاء والمطالبة باحترام قانون الدولة تبادل رأساء السلطتين التنفيذية والتشريعية الاتهامات هذه المرة البداية عند رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أبد استغرابه من سرعة البت في قضية رئيس مجلس النواب المتعلقة بالفساد العبادي لم يكتفي بالاستغراب بل أكد أنه طلع على ملف القضية ورأى أنه يحتاج إلى تكثيف النظر فيه خاصة وأن المتهم ليس شخصا مجهولا رئيس البرلمان سليم لجبوري وجد في تصريحات العبادي تعديا على الإجراءات القضائية فطالب السلطة التنفيذية الاهتمام بواجباتها وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية لم يقف التصعيد بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان عند هذا الحد فقد أبدى العبادي تخوفه من قانون العفو العام متعهدا بعدم السماح بتمريره من دون أن تكتمل تفاصيله القانونية بشكل يتناسب مع الوضع العام للبلاد بينما واصل لجبوري حراكه لتمرير قانون العفو العام واجتمع مع مجلس القضاء الأعلى لمناقشة مشروع القانون تراشق التصريحات يأتي على خلفية واحدة من أخطر الأزمات التي يواجهها العراق بعد توجيه وزير الدفاع خالد العبادي اتهامات مباشرة بالفساد لرئيس البرلمان ولتنوع الأزمات التي تعصف بالعملية السياسية تطول الخلافات أيضا مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة للاستعانة بمحققين دوليين للتحقيق في ملفات فساد كبرى فاعتبر نواب عراقيون أن الاستعانة بخبراء دوليين لكشف الفساد يمثل مساسا بسيادة الدولة مؤكدين أن لجة النزاهة قد حسمت بالفعل ستة عشر ألف ملف خاص بالفساد منذ 2003 لكن المعضلة تكمن في إمكانية الإمساك بالفاسدين وليس في عقد اللجان وفتح التحقيقات معنا الآن من واشنطن الكاتب والبحث السياسي العراقي الدكتور هيثم الهيتي دكتور الهيتي مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد مساء النور هل نحن بصدد مواجهة جديدة الآن بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لم تكن تنتهي قضية وزير الدفاع والاتهامات وكل هذه الأمور حتى الآن نحن بصدد قصة جديدة تتعلق هذه المرة برئيس الوزراء شكرا جزيلا على هذه الاستضافة في الحقيقة هذا هو استكمال لصراع السياسية الدائر في العراق على مجموعة كثيرة من القضايا السياسية والمصلحية قضية اتهام سيد وزير الدفاع لسيد سليم الجموري لم تكن بمعزل عن رئيس الوزراء وبالتأكيد هناك دعم معين لرئيس الوزراء لسيد وزير الدفاع من رئيس الوزراء في هذه القضية لا يمكن له أن يتحرك بمفرده ورغم ذلك يعني أن وزير الدفاع عندما دافع عن نفسه دافع بطريقة اتهم بها الآخرين عن محاولات ابتزاز ولكنه اتهمهم عندما وقع في مشكلة وهي أنه أصبح متهما ولذلك هذه أيضا نقطة سلبية على وزير الدفاع كان عليه أن يعلن عن أي محاولات ابتزاز في حينها في الوقت الذي تعرض لهذه المشكلة الخطوة الثانية هي أن الآن رئيس الوزراء اعترض على سرعة اتخاذ القرار في تبرئة رئيس البرلمان من اتهامات وزير الدفاع وهذه القضية ليست غريبة بالعكس أنا أعتقد أن رئيس الوزراء محق في هذه النقطة تحديدا لأن حتى الجماهير العراقية في وسائل الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من ذلك كنكتة بأن بخمسة عشر دقيقة يتم رفع حصانة عن رئيس برلمان ويتم تبرئته بقضايا يتهمه به وزير الدفاع بشكل كبير ومن ثم يعود يعني يبرأ ويعود للحصانة ولكن من أولا ما الغريب في ذلك دكتور الهيتي إذا كانت الأدلة غير كافية ويبدو أن القضاء الذي نظر في هذه المسألة كان على علم بالأدلة مسبقا وبالتالي لم تحتاج المسألة إلى وقت طويل للبد فيها من وجهة نظر القضاء كانت واضحة المسألة الأدلة واهية وغير كافية وغير دامغة وبالتالي تسقط القضية المسألة واضحة على الأقل من وجهة نظر البال نعم المشكلة الكبرى أن القضاء العراقي في مأزق كبير القضاء العراقي يعني يتهم بدخوله عالم السياسة بشكل كبير وبعدم الاستقلالية في كثير من الأحيان وأنه استغل بشكل كبير في اتهام الكثير هناك مشكلة أكبر من ذلك هناك من يسأل سؤال مهم جدا هناك المئات بل الآلاف من الأبرياء الذين هم في السجون والذين لم ينظر في قضاياهم لحد الآن وينظر في قضية رئيس البرلمان بهذه السرعة 15 دقيقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تحدث عن غرارات المحاكم بالإعدام التي هو غير متأكد من دقتها وهذا حديث مباشر لرئيس الجمهورية وهنا المأزق الكبير هنا المشكلة كيف لرئيس برلمان يتهم ويبرئه القضاء ويتخذ الأدلة الحقيقية خلال 15 دقيقة وهناك المئات المئات بل الأكثر من المئات يعدمون ويسجنون ويحكمون وهناك سنوات لم يعرف لحد الآن ما هي تهمته وهو موجود في السجن هناك الكثير منظمة حقوق الإنسان تحدثت عن ذلك ومنظمات دولية كثيرة تحدثت عن ذلك قضايا فساد أخرى ولكن هذه مشكلة نحن لا نتحدث عن فساد الآن قضايا الفساد في العراق كما تعلم ويعلم الكثيرون قضايا كثيرة وهناك الكثير من الناس المتهمين بهذا الموضوع الآن نحن نتحدث عن الطعن والتشكيك بنزاهة القضاء العراقي من أكبر مرجعية تنفيذية في البلد وهي رئيس الوزراء يعني هذه مسألة خطيرة رئيس الوزراء بحسب تصريحاته يقول لا استطيع التعليق على القضاء ولكن كمواطن استغربت سرعة حسم القضية ويقول أيضا اطلعت على الملف وأرى أنه يحتاج إلى تكثيف النظر فيه ويجب أن يتم تتبع الاتصالات الهاتفية والتحقيق أكثر يعني وكأنه يقول أنا لا أثق بالطريقة التي عمل بها القضاء في هذه الحالة هو اتهام مباشر من رئيس الوزراء للقضاء العراقي وهو اتهام متأخر هناك مشكلة كبيرة في القضاء العراقي وهذه المشكلة ليست خفية على أحد هناك قرارات وأحكام مبنية على أسس سياسية وليست قضائية ولكن المشكلة وين أن رئيس الوزراء عندما اتخذ هذا القرار في الحديث عن قضية القضاء هل تحدث بمهنية كرئيس وزراء أين كان رئيس الوزراء من الكثير من القرارات بحق أبرياء ومسطاء ليس لديهم من يدافع عنهم أو من يتحدث عنهم لماذا تحدث اليوم سليم الجبوري وإن كان يجب أن يتحدث هنا المشكلة المشكلة الحيادية والبهنية في الحديث عن القضاء العراقي في كل القضايا العراقية وليس في قضية معينة هل رئيس الوزراء يريد أن يتحدث عن جزئية في القضاء العراقي فقط لأن هناك لديه صراع سياسي مع سليم الجبوري على سبيل المثال هنا السؤال الذي تكمن خلفه الكثير من الإجابات المختلفة والسيناريوهات المختلفة هناك مأزق في القضاء العراقي مأزق كبير جدا ولكن علينا أن لا نتحدث عن جزئية فقط واحدة وإنما عن مشكلة كبرى يعاني منها آلاف العراقيين يجب معالجتها بشكل كبير المسألة الأخرى دكتور الهيتي التي أيضا أثارت بعض التساؤلات والانتقادات هي مسألة الوجود محققين دوليين العراق في الأولى الأخيرة كما تعلم وقع مذكر التفاهم مع الـ UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتدريب بعض المحققين العراقيين على التعامل مع قضايا الفساد ما المشكلة في هذا الموضوع البعض اعتبروا تدخل وانتقاص للسيادة العراقية كيف تنظر إلى هذا الموضوع أولا هذه منظمة دولية معروفة موجودة في كل دول العالم ذات سيادة ولا هناك إشكالية على وجودها هي تعطي مشورة وتعطي دعم يعني فني وتقني لأجل الوصول إلى نتائج معينة وتدريبة أيضا وبالتالي لا أعتقد أن هناك علاقة بين قضية السيادة وقضية وجود منظمة بهذا الشكل هناك اختراق للسيادة العراقية كبير جدا من دول الجوار من منظمات إرهابية من أحزاب سياسية ولاها المطلق تصريحا ووضوحا لدول الأخرى فكيف عن منظمة دولية معترف بها من قبل الممتحدة ومن دول العالم ثانيا نحن بحاجة ماس اليوم لكل يعني المنظمات الدولية المحترفة الحقيقية والمؤسسات التي تستطيع أن تنقذ العراق لأن العراق اليوم لا يمتلك مؤسسات مهنية حقيقية كل المؤسسات الحقيقية للدولة العراقية دمرت من قبل الاحتلال في 2003 والبديل كان مبنيا على أسس طائفية وميليشياوية وتدخل دول جوار لذلك لا يمكن الوثوق بهذه المؤسسات بشكل مطلق عملها نسبي وضعيف وضعيل وببني على آيدلوجيات وولاءات ضيقة الاعتماد الصحيح لتصحيح كل الأمور هو يجب أن يكون على تدخل دولي بالتعاون مع الحكومة العراقية بشكل معين ولكن يجب أن يكون أيضا لهذه المنظمات دور فاعل في التحقيق واكتشاف الجاهل طب برأيك لماذا الاعتراض على هذه المسائل إذا كان هناك فائدة للمحققين العراقيين وللمنظومة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد ومساعدتها على استرجاع على الأقل الأموال العراقية في الخارج التي تقدر بنحو 400 إلى 450 مليار دولار إذا كان هذه المسئلة كانت في صالح العراق في نهاية المطاف لماذا يحتج البعض على وجود مثل هؤلاء من المستغرب دائما والشيء المثير للدهشة أن الكثير من الساسة الذين هم موجودين من 2003 ولحد هذا اليوم يتحدثون عن قضية الفساد كمشكلة كبيرة يعاني منها العراق ولا أعلم من هو المتسبب لهذه المشكلة والحقيقة هم جزء كبير من هؤلاء الساسة ليس جميعهم جزء كبير هم سبب رئيسي في هذه المشكلة وهم ظالعين في هذه الورطة الكبرى في العراق وبالتالي رفض أي تدخل دولي هو رفض لكشف حقائق مخيفة قد يكون فيها دور دولي مستقبلي يؤثر على مواقعهم وما حصلوا عليه أنت تعرف جيدا وأنا أعرف أن ما نهب من العراق في ثمان إلى تسع سنوات هو يعادل خزينة الدولة العراقية لمجموع حكومات العراق من 1921 لغاية 2003 يعني نفس الميزانيات التي استلمت في هذه الخمسين سنة هو استلم في الثمان سنوات لأن هناك كان وفرة نفطية وكان ارتفاع في الأسعار ولكن لم يقدم أي شيء في العراق لم يبنى شارع واحد في العراق لم يحقق جسر أو مصنع بالعكس دمر ما موجود سابقا وبالتالي ما نهبه ليس قليلا بل هو مؤثرا حتى على الواقع الدولي والإقليمي ومخيف أيضا باستخدام هذه الأموال لذلك هناك تخوف من كشف دولي لمن نهب هذه الأموال وبالتالي قد تتطور الأوضاع إلى تدخل دولي كبير في العراق شكرا جزيلا لك دكتور هيثم الهيتي الكاتب والبحث السياسي العراقي كان معنا مباشرة من واشنطن شكرا لك الآن إلى طائفة من مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع مع يوسف يوسف مرحمن بيكمان الجديد موضوع يتفاعل بشكل مستمر مسألة الفساد والاتهامات والاتهامات المتبادلة في العراق نعم مهند ومشاهدين علقوا على هذا الموضوع عبر تويتر لكن ركزوا أكثر على المواجهة بين الرجلين مثلا سمير قضايا الفساد في العراق متشعبة والجميع متورط بها وإدانة أي شخص تعني وقوع باقي الأطراف بيان يقول تبرأت جبوري وضعت العبادي أمام برلمان أكثر تماسكا ليس في اختيار وزراء جدد في حسب بل في استجواب وزراء حاليين وهذا ما لا يريده العبادي ربما حسب ما قالت بيان ساهر يقول طالما أن العراق لا يملك حاليا من هو مؤهل قضائيا أو نيابيا أو تنفيذيا فستستمر فوضى الفساد والإرهاب حتى يعتدل ميزان القوة ليحكم القانون محمد هنا يقول الصراع بين جبوري والعبيدي ثم الصراع بينه وبين العبادي هو محاولة لإشعال صراع سني سني بغطاء شيعي هنا ربما إشارة أيضا إلى تصريحات رئيس البزراء الذي يراه بعض المشاهدين وكأنه لم يعجبه أن انتهت المعركة بين الجبوري والعبيدي بهذه السرعة وعلى ما يبدو يوسف هناك بيان صادر عن رئاسة الوزراء عن السيد العبادي يقول فيه أو يؤكد فيه عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية هذا البيان صدر قبل قليل لتوضيح هذه المساعدة نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر